حياكم الله مشاهدين في حوار المساء تبدأ العطلة الصيفية ويبدأ معها أبناء الناء الطلبة بممارسة أنشطاتهم المتنوعة لعلها بين مزدوجين أصبحت محصورة بتصفح الإنترنت ومواقع التواصل والألعاب الإلكترونية هذا ما يعتبر هدر كبير جدا للوقت بلا أي فائدة قديما كنا نلعب في الفريج نقولها وأيضا الساحات ونذهب إلى الشواطئ نجلس مع الأهل وقت أطول ونستغل العطلة بأحلى استغلال أما اليوم كما ذكرت اختلفت تلك القيم فقد كشفت استطلاعات للرأي أجرته صحيفة البيانة على موقعها الإلكتروني وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن غالبية المستطلعين يرون أن الأبناء يهدرون وقت الإجازة الصيفية دون جدوى اليوم نناقش هذا الموضوع مع الكاتب والأديب والتربوي الدكتور عارف الشيخ وأيضا معنا الدكتور شافعي النيادي مدرب تنمية بشرية وعلاقات أسرية حياكم نظا حياكم الله أحفظكم إن شاء الله عدنا تقرير عن هذا الموضوع إن شاء الله نشوف شو الحاصل في الساحة في الوقت الحالي ونعود لكم إن شاء الله إذن تقرير ونعود تابعونا بدأت الإجازة الصيفية وفيها يتضخم حجم الفراغ لدى الأبناء والشباب وتنحو الأسر طرقا مختلفة من حيث استثمارها للوقت خاصة أن الإجازة الصيفية تقارب مئة يوم وفي كل عام يتجدد السؤال وتتجدد الحيرة كيف سيمضي الأبناء الإجازة؟ يرى البعض أن الكثير من الأسر تركت الحبل على الغارب حيث يهدر أبناؤها أوقات الإجازة بين السهر أمام التلفاز ليلا والنوم نهارا فيما وضعت أسر أخرى ضوابط ساعدت أبناءها على الاستفادة من أوقاتهم بشكل جيد وسعت إلى تعويدهم على إدارة أوقات فراغهم في كل ما هو مفيد وإيجابي إدراكا منها أن الإجازة لا تعني الفوضى وتضيع الوقت من دون فائدة تربويون رأوا أنه يجب أن يتم استغلال الإجازة الصيفية استغلالاً أمثل دون إغفال أي جانب سواء ترفيهي أو تعليمي أو سقل المواهب والقدرات لدى الأبناء بالإضافة إلى تخصيص بعض من الفروض الاجتماعية التي تعلمهم دروس إنسانية ربما لا يتسع الوقت خلال الدراسة للقيام بها مرحبا فيكم من جديد طبعاً دكتور عارف لو بنبدي في أظهار مدى هذا التأثير طبعاً على أبنائنا في الفترة الحالية قياساً مع ما كان عليه الوضع السابقاً دائماً العائلة ملتحمة العائلة دائماً يجدون لأبنائهم منافذ للعب غير عن الحال الحالي طبعاً وهو الإنترنت وهذه الأجهزة التي تأخذ كثير من وقتهم بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لكم أنكم تحتم لنا الفرصة أنا في الحقيقة اشتغلت في وزارة التربية والتعليم 26 سنة من بداية الاتحاد قاعد أتابع الميدان اجتماعياً وثقافياً ودينياً بكل جوانبها يعني الشكوى هي نفس الشكوى يعني قبل 40 سنة كنا نشكو من هذا الشيء وما زلنا أيضاً نشكو نفس الشكوى نعيب زماننا والعيب فينا يعني أنا في الحقيقة ما أقدر ألوم الطلبة إذا أنا رب البيت أنا والد الطفل ما عندي خطة أمشي عليها طيب ليش يعني نلوم هذه الفترة فقط ونحط عليها فترة الإجازة الصيفية الصيف جزء من السنة من فصول السنة أكيد فأنا لو كنت منظم عملي وكنت صاحب جدول خطة ما كنت أشكو من هذا الضياع من هذا الهدر في نفس الوقت أيضاً يعني هذا الطفل يتعلم من خلالي إذا أنا ما ساعدت إذا أنا ما وفرت للبيئة المناسبة الجو المناسب من من يتعلم صحيح هناك بيتين لإحمد شوقي جميل يقول مشى الطاوس يوماً باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال علامة اختالونا قالوا بدأت به ونحن مقلدوها فأنا دائماً أقول التربية تبدأ من البيت التهذيب يبدأ من البيت التنظيم والتخطيط وتعويض الطفل الخصال الطيبة أيضاً يبدأ من البيت ما ألوه الطفل أكيد طبعاً الملامة طبعاً لا تقع فعلياً على الطفل لأنه يريد أن ينشغل بأي شكل من الأشكال وما في حوزته يتبعه طبعاً أستاذ شافع برأيك أن الأهل مثل ما ذكر طبعاً الدكتور بأنهم يتحملون هذا الجزء الكبير من المشكلة أم أن هناك رأي آخر لأن أيضاً الأبناء عليهم أن يجدوا جدولة خاصة فيهم لممارسة حياة طبيعية بداية أشكركم على استضافتكم مثل ما قال الدكتور عرف صحيح يعني العاتغ لك ويرجع للأهل في مسألة إدارة الوقت لهذه الأطفال والأبناء والطلبة طبيعة الأبناء يحبون الفراء يحبون تقضية الوقت بأي شيء مهم حيث النفس ما تمل طاقة 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 لن يملون سهر لعب الإلكترونيات المهم ما يعرفون كيف إدارة الوقت صحيح نحن لما نقول الوالدين والأهل ما يعرفون أن يستطيعون الوقت فما يضعون المعارضة على الأطفال ففي البداية لا بد أن الأسر تعتخد خطة أنا في بداية هذه عطلة صيفية بعض أشكراً بأن العطلة الصيفية يمكن أن أكسب مهارات كثيرة لأبنائي يمكن أن أعلمهم كيف تخطيط وقتهم في أحيانا أبنائي عندهم في بعض المهارات ضعاف فيها سواء في لقاء سواء في علاقات اجتماعية سواء في الإنعزالية في الإنطوائية في عدم مهارات رياضية وأنشطة رياضية فأنا ليش ما أستقل هذا الوقت وأن نعلم أبنائي طبيعا الأبن أكيد بيرفض بس سهولي يقع لا تقل دائما نقول أبناء نعيينة نحن نشكلهم نحن ممكن نوجههم بالاتجاه الإيجابي وإهمالنا لهم تلقائيا بتوجههم بالاتجاه السلبي فلابد الأسر والله لو يرسوا مع بعض الوالدين حتى مع الأبناء أشاركهم في خطة هي عبارة عن مثل ما تسمع التغيير 100 يوم أحيانا في يوم واحد ممكن يضيع الطفل هذا في يوم واحد ممكن يضيع إهمال يوم أو ساعة ممكن يضيع فما بالك لما يكون عندي 100 يوم فلابد أن أضع لك خطة أنا أكون معهم المشكلة لبعض الوالدين يبون يعزلون أنفسهم يبون يحطون يا أبنائي سيروا وإلتهوا بعيد عننا نحن تابانين واعتمدوا عن أنفسكم واعتمدوا عن أنفسكم أنا أعطيهم الاعتماد على الناس لأن أعطيهم في شيء ما يعرفونه أنا حين لما أقوله والله اعتمدوا عنفسكم والأب والأم روح ما يعرفون إدارة الوقت والأبناء يقولهم والله دبروا أنفسكم فصعبة فلابد أؤمل بالمستطاع اللي كي يتطاع فيه طبعا طيب هل هناك على الطالب أن يبقى على القراءة والدراسة حتى في هذه الفترة أن ينشغل أيضا بالمطالعة والنشاطات التي هي المدرسية خلال الإجازة أو سيكون فعلا قد ملة ويريد أن يغير من طبيعة حياتها في هذه الفترة و أنا قلت يعني يفترض أن أنا من بداية السنة يكون عندي جدول بحيث أنه يعرف متى يلعب ومتى يقرأ فترة الصيف إذا قلنا أن للترويح عن النفس ليس معنى أنه ينقطع عن العبادة ينقطع عن القراءة ينقطع عن كل شيء ويتفرغ بس لي شوف الطفل في حاجة إلى ثلاثة أشياء يعني هو فكر وهو روح وهو جسم صحيح ما أقدر أنا أحرمه من الطعام وما أقدر أحرمه أيضا من القراءة المفيدة وما أقدر أيضا أحرمه من الترويح يعني إذا الدين شوف إذا الرسول عليه السلام يقول روحوا أنفسكم بعد ساعة فإن العقل إذا النفس إذا كلت عميت أو الروح إذا كلت عميت فأيضا ليس من الصحيح أن على طول نوجه الطفل أن يتابع البرامج الدينية البحثة وما فيها شيء وهذا حرام وهذا حرام لا الترويح وارد فهمت كيف؟ ولكن ساعة وساعة الصيف ليس بكل لهو لعب بقية فصول السنة أيضا نفس الشيء فلابد أننا نحن نخصص له جزء من وقته للترويح وجزء لأداء الواجبات لو تعود على هذا الجو من بداية السنة وتعود عليه في البيت حتى لما يخرج إلى الخارج لقضاء وقت الإجازة أوتوماتيكيا هو يأتي هذا الشيء نعم أكيد طب دكتور شافع الآن حضرة الدكتور تكلم عن موضوع جدا مهم وهو الخطة من البداية ويزال يكرر الأمر الخطة من البداية على الأهل وأيضا على الطالب أن يتبعها ولكن هناك أكيد تأثيرات سلبية ممكن تقع على الطالب إذا لم يمارس كما ذكر الدكتور بالتعريفات المختصة بهذا الأمر فخلال هذه الإجازة مدى التأثير على الطالب إن لم يكن لديه خطة وفي نفس الوقت لم يكن لديه متسع من الوقت الدراسة والإطلاع في البداية ما قال الدكتور إذا أنا ما عودت أبنائي في خمس أشياء لابد إثناء فترة إجازة صيفية عسى سيكون منوع من العدل أنشطة روحانية أنشطة اجتماعية أنشطة ذهنية أنشطة أسرية وأنشطة ذاتية لهواية الطفل ورغباته وشو الأشياء اللي يرغب فيها فأنا إذا عودت الطفل على أن أهمل هذه الأشياء من السلبيات أول سلبية ممكن الطفل يتغير اتجاه الفكري بشكل كبير ممكن تأثيرات ذهنية توجهها للاتجاه السلبي ممكن هذا الطفل يرجع كذلك علاقاته إذا مثلا تبعنا العابة أكترونية ممكن يكون طواعي كذلك خاصة اللي عايشين في ميدان التربوي والدكتور عارف معنا لما يوم في الميدان التربوي بعضهم أول شهر الطفل منتهي نهائيا لماذا؟ لا عنده قائب ليدراسة لا عنده قائب ليدراسة لا عنده قائب ليدراسة يتأخر من الصباح ويتأخر في واجبات يتأخر في أشياء كثيرة لماذا؟ لأن تعود خلال الإجازة الصيفية مئة يوم نوم سهر لمبلة لا نظام لا تحديد أولويات لا أهداف لا هم يحدون فبي بعد مئة يوم تعال على المدرسة في نظام في واجبات في التزامات فش يصير بواجه أول بداية عام الدراسة يمكن مدة معينة لما يتأقلم على الوضع نحن مثل ما قاد نحن ما نريد نعود طفل بدايتها على قراءة ودراسة بس لابد حلو لأن التنويع التنويع في هذه الأنشطة هو أساسا تنويع على المدى العام الدراسي حتى نحن دائما نقول المجالات وعجلة الحياة سبع أشياء الدينية والاجتماعية والمهنية والوظيفية والأشخاص والمالية والأشخاص والأكبار فلما أنا أعود أبني على هذا النظام بييني على الميدان التربويبي على المدارس متقبل للمدرسة لأن أساسا ما بيتحول واحد صاحي كسول خمول ودرجة أي تعال أصحم الساعة سبعة روحه ويدس للساعة ثنتين أو ساعة قراء فشو بيواجه صدمة كبيرة ثانيا أنا ما أعرف خلال فتاة الكسل الفراغ صعب أخي عبد الله فراغ أنا دائما أقول الأكثر الفيروسات السلبية والأفكار السلبية تكبر وتكبر في وقت الفراغ نحن كبار لو نسمح الفراغ منكرر فكرة سلبية تأثر علينا فما بالك أطفال فأنا ليش ما أحط هذه الخطة بيقول والله دكتور نحن صعبة علينا ما في مسألة صعبة ما ممكن للغير في ممكن ممكن للأخرين إذا في أسر موجودة على أنها وضعت خطة لأبنائها يعني معنات أن أكثر خطة لأبنائي طبعا شو اللي يميز ذيك الأسر على المسألة بس شو اللي يميز ثقافة ثقافة أنه عند ثقافة عن بعض الأسر على أن العطلة الصيفية كسل وخمول والأطفال ينامون وخلوني منعوا راسهم سهلوا طول الليل والنهار نايمين وهم على بالهم أنهم مرتاحين لكنهم ما يعرفون أنهم يسيرون في أي أشياء سلبية أنا أولا لا أعرف طول الليل هذا الأبن على شو يالس ثانيا فترة الصباح وكيف أثار الصحية انعزالة عن الأسرة أحيانا في بيت واحد في العطلة الصيفية في بحت ما يشوفون يومي وثلت أيام وهم أشقاء في بيت واحد كالسبب كل واحد له مزاجة وكل واحد يختلف عن ثاني هناك عزنا طيب دكتور إذا لم أردنا أن نختصر الطريق نحدثنا عن الخطة السنوية ولكن نحن الآن يبقى شهر تقريبا أو شهر وعشرة أيام على الموسم الدراسي فكيف نحل هذه المشكلة نريدها حديث مع الأهل وحديث أيضا للطالب حتى نعطيه الفرصة أيضا بنفسه هو أن يستمع وأن يقرر إذا ما كان على درب صحيح أو لا ويستعد لما هو قادم أعود مرة ثانية أقول ما قدرنا طالب الطالب بأشياء كثيرة لأنه هو يتلقى نعم ولكن أقول ليه الوالدين يعني أنتم المفروض تهيئون له الجو أما إذا كان من القبيل ألقاه في اليمة مكتوفا وقال له إياك إياك أنت ابتل بالماء الوالدين يقررون يقول لك مثلا اليوم نبغي نطلع نروح المولة فلاني يلا تعالوا معنا زين وفي نفس الوقت في المسأل أما يرجعون يعاقب الولد ذكرت أم لا ذكرت وين يذاكر أنت ما هيأت له الجو المناسب الوالدين على الأقل بإمكانهم أنهم يحرمون أنفسهم في الأيام المتبقية الجميل يحرمون أنفسهم من الطلعة يجلسون ما عيالهم هناك من عليه امتحان الإعادة هناك من هو ضعيف أصلا ما يستطيع أن يستقبل العام الجديد فما في شيء بدون تضحية ما في شيء بدون ثمن أما هو ما يبغي يحرم نفسه الأم ما تبغي تحرم نفسها طبعا ولكن على البنت أن تذاكر على الولد أن يذاكر بدل موبايل موبايلين التلفاز من جهة والموبايل من جهة والبرامج الأخرى من جهة يعني أول شيء نحن كنا نشكوا من التلفاز أعتقد الناس نسوا التلفاز الآن الآن أخطر شيء هذا الجهاز الموبايل اللي مع الصغير مع الطفل الصغير حتى على فراش النوم يعني أنا كيف أستطيع أقنع ولدي أن أدخل غرفتك ونم حتى تستيقظ مبكرا أو ذاكر زين إذا أنا أدخل على الوالدين جالسين على الفراش كل واحد بإيده موبايل قاعد يكمل مسجاته بدل أدعية ما قبل النوم فيعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صحيح أنا هذا اللي أقول يعني إذا يبغون يستغلون المتبقى من الوقت لابد أنهم يضحوا يحرموا أنفسهم من الطلعة من المشاوير اللي ما لها معنى من حتى التلفاز حتى بإمكانه أنه مثلا يحرم الطفل لبضعة أيام من الموبايل من اللجزة من الطلحة حتى على الأقل ينقذ نفسه أكيد طبعا أكيد دكتور شافع ماذا تقول في النهاية أيضا أقول في النهاية والله موضوع بسيط وسهل لوضع بخطة ونظام عيالنا يعني لا تفتكرون عن مجرد الفراغ هذا الذي يحسبون أن أريد أقضي الوقت هذا الأبناء الأبناء يتعودون على الفوضوية العشوائية من الوالدين إذا أنا أريد أزرع أي مهارة فأبنائي لابد أن أطبقها بنفسي مثل ما قال الدكتور أنا ما أقدر أمنع أبنائي عن الآيباد وعن نوع وأنا يالس على طول الوقت على التيلفون أنت مثال أنا مثال لابد أن أكون مثال ننتبه في مسألة الوقت والفراغ والله نحن نقول الوقت شبح أو شيء هالك ويممكن يفترس الكبار فما بارك يكون في الأطفال اجلس معهم ثانيا استمتع جلوسك مع أبنائك هذه عبادة أنا ما أعتبر كأنه واجب يحيانا البعض يعتبر الجلوس مع الأسراء والجلوس مع الأبناء مرهق وتعب كأنها وظيفة لأنها إجبارية أنا ليش أعتبرها وظيفة أو إجبارية ليش ما أستمتع بوجودي أعمل ما أحبي يعني أحب أبنائي أحب أجلس معهم أعتبر تفريق هذه الطاقة السلبية وهذه الهموم إثناء جلوسي مع الأبناء بعض الأفكار السلبية وبعض المول أنت جلوسك مع الأسرة وتعب والأبناء والهم في يوم أيلس كأن يرس إلزامي فشو ينتقل للأسرة ما بنتقل الود والولاء الأسرة ما بينهم بينتقل الحق تكر فأجلس معهم ألعب معهم أنتبه معهم هم الأسرة الأسرة لو نظموا الوالدين يلسوا مع أبنائهم لكان الموت تنحل لكن المشكلة لما يكون والله تينا بعض الاستشارات أسر أميش في بيت واحد الإبن يعني حتى المرات ابن من قارب عمر عشر سنوات يقول أنا أبوي ما شوفه في الأسبوع سبحين وفي بيت واحد ما السبب؟ السبب لا يعرف معتمدين على عمل منزل معتمدين على السواقية ومعتمدين على كل شيء فحتى أحياناً الأبن يقول لنا شو دور الأبو؟ شو دور الأم؟ نسوا دور الأم دور الأم فلابد يجلسون مع بعض هو أساساً يقول لك أسوأ أسرة مفروض يجلسون دراسات أثبتت ما يقارب نص ساعة يومياً نحن نقول نص ساعة يومياً أنها أسوأ أسرة فبعض الأسر الأسابيع ما يرسوا مع بعض وإذا جلسوا مع بعض كالواحد على الآبات ويردون الآباء يعتبون على الأبناء أنتوا كل على عبادكم لأن أساساً أنتوا اللي جرعتوا هذا الشيء فيهم صحيح فأتمنى من الأسر والله يترهمهم أبنائنا رصيدنا في الدنيان وأخرتنا رصيدنا في الدنياننا بعد ما نكبر هم اللي بيعولونه وخدمة الموجة تمانع وأخرتنا وابن صالح يدعو لك فلا الرد مثل ما قال لا نعيب على الزمن لأنه دائماً ما أقول العيب في الأبناء العيب في نوع التربية التربية اللي ممكن مع هذه الأبناء كيف أنت تعاملت مع أبناءك هو ممكن في فترة الصيفية عندي مئة يوم مئة يوم أممكن أنا أحول سجين صاحب مدمم خدرات مشاكل ممكن في مئة يوم أحول الرجل الصالح وفي نفس وقت في مئة يوم ممكن أحول طفل بريء حول الأكبر مجرم بسهولة لكن يرجع للأسر لا نظن لا نظن وأحياناً الأم تفرح على أن أبنها يارس على الآيبات ومرتها لا تعرف ليسي قذونة في الآيبات والأب لا يعرف ليسي قذونة في الآيبات في التلفون أو المواقعة يعني مثل ما قال دكتورك أننا نشك عن أول التلفزيون نحن نتمنى التلفزيون يرجع ويروح للأشياء التي ممكن نحن ننقد ولا أنا أقول اعزل أبناءك عن الاقتقنيات لكن حط حدود الإبن إذا تعود من يومه صغر يعرف الحدود يعرف الأنظمة بسهولة يتطبق الإبن عيني لدي شكله لكن إذا أنا عودتها الآيبات يعني إحدى الفكر حتى ابني قال لي يوم مرة ابن الصغير أنت صغير تلعب بالآيبات قال لي خلاص نشحن الآيبات مرة وحده ومن يفضي خلاص اليوم ينتهي مرة وحده خلاص فالحالة هذه تستخدم الآيبات على وقت معين أما أني أنا بعض الأطفال الآيبات والشرط موجود ويارسين 24 ساعة والأم طبعا مرتاحة أو الأب مرتاح يعني بعض والله أنا أقول لك أخو عبدالله أحيانا نتيني مواغب بعض الآباء وبعض الأمهات عادة ييرس بالساعات ممكن في سيارتها ممكن في قرفة من عزل لكن مستحيل يتحمل يجرس ساعة مع ابنها لماذا؟ واخشين رد نقول والله عيالة اليوم ما فيهم خير أنا أقول تربية اليوم اللي هي ما فيها كلمة أخيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائما يركز على الطاقة الإيجابية لا يوجد أو لا يولد طفل سلبي فقط من غير إيجابيات يعني كل طفل فيه أيضا جانب من الإيجابيات لو استغل استغلال صحيح يحتاج إلى توجيه فأنا أقول الأباء والأمهات فليتقوا الله في أولادهم في أبنائهم إذا حرفوا لا يلوموهم لا يقولوا إن لا والله هو خلق هكذا لا هو خلق وخلق معه الخير ولكن نحن ما استغلنا الطاقة الإيجابية في هذا نعم إذن علينا أن نتعامل مع الفطرة بالفطرة السليمة شكرا لكم على تواجدكم على اليوم نتمنى أن نحن وصلنا الصورة بشكل طبعا صحيح أو مقبول أيضا من ضمن الأهالي والأبناء ونتمنى أن نرتقي بهذا المجتمع دائما وأبدا وبأفضلكم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينك للشكر للكاتب والأديب والتربوي الدكتور عارف الشيخ وأيضا شكر موصول إلى الدكتور شافع النيادي من درب التنمية البشرية والعلاقات الأسرية فاصل وردين لكم اشتركوا في القناة